خلينا بعد ما خلصنا الكرة الأوروبية نروح للكرة الأفريقية الأهم بقى الأهل هل هو قادر بالفعل في زياء في إياب دوري أبطال أفريقيا أنه هو يعود ويفوز بهذه المباراة في المغرب؟ بشوف أنه يقدر جداً الأهلي خارج من هنا فايز في المباراة حتى لو كان تلقى هدف في نهاية المباراة صعب المأمورية شوية إنما الأهلي قدم مباراة كبيرة هنا في القاهرة كان مستحوذ نسبة استحواز تقريباً ما بتحصلش في هذا المستوى من المنافسة يعني ما بنلعب بنتكلم فاينل تشامبينز ليج وتبقى نسبة الاستحواز 80% أو 81% لفريق على حساب الثاني فهي نسبة مرعبة جداً توريك قد إيه فرق الكواليتي وفرق ما بين الأهلي وما بين الوداد الوداد فرقة كبيرة ومحترمة وفازت بالبطولة ثلاث مرات منهم مرتين على حساب الأهلي لكن لوضع الحالي بيقول إن الأهلي أقوى بكتير وحتى الخطأ وآخر بإلى الفرس والهدف اللي استقبله الأهلي كان خطأ فردي المباراة النهاردة هتكون أكيد صعبة لكن لعبة الأهلي محملة بخبرات كبيرة ده الأهلي كل سنة تقريباً فيما عادة سنة واحدة من السبع سنين اللي فاتوا بلعب في النهائي بتاع الشامبينز ليج نفس الفرقة غالباً في عمصر كتير جداً شاركت في الثلاثة أربعة خمس نهائيات اللي فاتت في دوري الأبطال فعندهم خبرات كبيرة لعب وقدام جماهير بره وحقق ألفوز على الوداد في الوداد قبل كده هناك بس عارف أن المرة دي الفكرة في إيه؟ أنه بس إحنا خايفين أنه عارف الوداد على أرض وممكن يحس أنه أنا طب أنا ممكن أعوض الخسارة دي موضوع مش بعيد قوي فدل مقلقنا شوية وصحيح الموضوع مش بعيد لقدر الله لو سجلوا هدف وإحنا ما قدرناش نسجل أو الأهلي ما قدرش يسجل هما تكسبوا المباراة لكن احنا بنراهن على شخصية الأهلي وعلى الكواليتي وعلى الحالة الفنية اللي فيها اللعيبة دلوقتي أنها تقدر تسجل هناك الأهلي كانت بقيمة أقل من القيمة اللي موجودة دلوقتي وقدر أنه يفوز على الوداد هناك مع موسيماني 2-0 فإحنا مش بنتكلم عن حاجة اللعيبة كمان عندهم حالة نفسية كده كويسة الفترة دي الحقيقة مبين جدا في المؤتمر الصحفي مبارح أن الحالة المعنوية غير السنة اللي فاتت خالص السنة اللي فاتت الناس كلها انشغلت في النادي حتى بموضوع التحكيم وأن المباراة تتلعب هناك في الوداد طبعا هي كانت مأساة نهائي من مباراة واحدة ويلعب في أرض فرقة من الفرقتين دي كانت حاجة غريبة الشكل الحقيقة الأهلي انشغلت بالنقطة دي السنة اللي فاتت جدا وانشغل بملف التحكيم وتأثير البوداد على التحكيم في أرضه ومش عارف ايه فروح النادي الأهلي راح وهو مهزوم نفسيا السنة اللي فاتت وبالتالي خسر المباراة السنة دي التعامل مختلف جدا وبين في المؤتمر الصحفي محمد شناوي مبارح لما تسأل من أحد الصحفيين وبيكلموا عن مباراة السنة اللي فاتت قالوا انت بتكلمني عن مباراة السنة اللي فاتت واحنا أصلا نسينا مطش الأسبوع اللي فاتت يعني بيقولوا احنا مش فاكرين بتاع السنة اللي فاتت ولا فاكرين حتى مطش الزهاب احنا مركزين جدا في مباراة بكرة حتى كولر تعامله مع الملف التحكيم تحديدا وانه هو قال انه هو بيتمنى يضمن عدلة تحكيمية طبعا كان فيه كلام كتير على حكم المباراة والتعينات سواء في مباراة الزهاب أو مباراة العودة لكن واضح ان فيه تركيز شديد جدا السنة دي وفيه تفاؤل كبير كمان الاهلي داخل المباراة وهو في حالة فنية ممتازة الحقيقة الاهلي بيقدم غروض كويسة جدا لفترة اللي فاتت فان شاء الله طب انت لو مكان كولر ايه هي نقاط الضعف اللي ممكن تستغلها وانت بتلعب مع الوداد وخصوصا لك بتلعب على أرض وسط كمهور ضربات السابتة هم عندهم مشكلة في التعامل مع ضربات السابتة طبعا شمال أفريقيا كلها كويسة جدا والكورة معها لما تبقى عندك ضربة سابتة بتاعتك انت اللي بتنفذها فهم مميزين جدا فيها لكن على الناحية التانية هم عندهم مشاكل جدا في استقبال الكورة السابتة ما بيتوزعوش كويس والاهلي بيقدر يسجل منها والأندية كتير بتقدر تسجل منها عندهم مشكلة كويسة بتنفز وتخش وتجيبه في الفولات اللي حوالين منطقة الجزاء أو الكورنر أو كده هم بيتعاملوش معها بالشكل الأبسل بالجبدية كمان هم عندهم قلبين الدفاع بيسراحوا كتير وما بيقفوش وما بيتحركوش كواحدة واحدة دايما فيه صغراء مهم ودي كانت واضحة حتى للناس اللي اتفرجت من الملعب في المطش الأولاني إن الكهرابا كان بياخد المدافع زغول ده وينزل به لحد قرب نص الملعب والراجل كان بيروح وراه يعني وبتفضى مساحة كبيرة في خط دفاعهم عندهم إيحا جبران في خط النص من اللعيبة اللي بتغلط كتير لو اتضغط عليها وبترتبك فهم عندهم صغرات واضحة او معنوم قوالتي طبعا في اللعيبة كويسة جدا تقدر في الدربات السابتة بتاعتهم يعملوا شغل كويس في المرتدات بيعملوا شغل كويس لكن وهم مش معهم الكرة هم عندهم الحقيقة أكتر من صغرة ممكن للأهل يشتغل عليها وهم والأهل يحاول لولع الحالة الفنية لبعض اللعيبة في المطش اللي فات ما كانتش أحسن حاجة سواء العائدين من الإصابة زي حمدي فتحي الحقيقة ما كانش قادر بدنيا أنه هو ينفذ المطلوب منه وهذا أثر كثيرا على أداء النادي الأهل المرة بالحمد لله الأهل رايح باستعداد أفضل الحمدي بقى جاهز أكتر الشناوي سيكون موجود فالشناوي سيفرق كمان كقيادة طبعا مصطفى شوبير قدم مباراة عظيمة المباراة الأولى مش بتكلم فنيا على قد ما بتكلم إنه قائد الفريق سيكون موجود في الملعب وهذا نفسيا بأثر على العبارة طبعا كبير طيب التكتيكي اللي ممكن يلعب به النهاردة كولر اي يعني هيعتمد على مين مين هيبقى معنا في خط النص مين هيبقى معنا في الدفاع مين هيبقى معنا في الهجوم أنا أعتقد أنه مش هيكون فيه تغييرات عن المطش الأولاني في معادة شوبير مش هيكون موجود وهيكون موجود محمد الشناوي فأنا اللي قد يلعب محمد الشناوي علي معلول في الشمال ومحمد هاني في اليوم لكن هل ممكن نشوف الشناوي هو جهز من المباراة المولى هو جهز من قبل المباراة الأولى وكان بيتمرن قبلها بأربع Os Skyeng لكن كولر شاف أنه هو الإصابة بتاعته هي شوية سخيفة ممكن ترجع تاني لازم ياخد أحمال بالتدريج فكولر فضل أنه يستبعده رغم أنه كان جاهز يعني أنا قصدي لو شوبيل لعب كويس المباراة اللي فاتت ليه ما نكملش به المباراة دي لو الشناوي لسه تعباني هو خلاص هو سليم يعني احنا خلاص هو يقينا سليم يعني هو الماتش اللي فات حتى كان سليم لكن تحسبا لأنه كان الإصابة قبلها فترة قليلة فلا يا جماعة تبتع له إيه الأهم يكون موجود معنا في ماتش العودة أنه موقع قادر أنه يلعب المباراة الأولانية فنحن نتكلم في الشناوي ومعلوله محمد هاني وياسر إبراهيم وعبد المنعم في الدفاع التلاتة بتوقعات النص حمدي ومروان وقاليو ديانج والشحات وكهرباء وبرسيتاو هذا التشكيل الأفضل للأهلي وهو اللي بيشارك الحياة في كل المباراة الكبيرة في الفترة الأخيرة ده ده التشكيل للأهلي أعتقد أنه هو حينزل يعني قدامه حاجة من الاتنين إما هو يفاجئ الوداد بأنه يضغط عالي من أول مباراة ويحاول يسجل في أول ربع ساعة ده سيناريو الأهلي برضو ده وارد أنه يحصل ووارد جدا برضو أن الأهلي يبدأ المباراة بتوازن وبيهدوء ويستقبل اللعب شوية مش من مرحلة متأخرة في الملعب ممكن من تلت الملعب على أساس أنه يمتص الحماس يعد أول ربع ساعة أو تلت ساعة عشان يحيد الجمهور تماما ولعبة الوداد برضو هتبقى طبعا نازلة عندها رغبة جديدة أنها يتسجل فيقدر أنه هو يهديهم يعني يهدي الأجواء في الملعب عموما ثم يبدأ أنه هو يحاول أنه هو يسجل أو يمشي المطش حتى بالطريقة دي لأن النتيجة أصلا بتاعتد الذهاب في صالحه أنت ليه قلت أنك ألآن من التحكيم ومشانا اللي قلت بص ملافة التحكيم الحياة كان فيه علامات استفهام كبيرة في تعينات الحكام الحكم الأدهر المباراة الأولى الليبي حكم غير معروف على المستوى الأفريقي يعني مش حكم من حكام الصفوة في أفريقيا ومع ذلك تم تعيينه في نهاية دورة أبطال أفريقيا الحكم هيثم قيرات اللي هو كان على الفار هو اللي كان موجود في مباراة الوداد والترجي اللي تلغت اللي هو الفار عطل فيها فدي علامات استفهام لازم تبصّلها النهاردة تعيين حكم هو آخر مباراة لي باملك تسيمة وباملك معروف من الحكام اللي هي شخصيتها شوية بتضعف وبتميل لصاحب الأرض والنهاردة آخر مباراة لي وهو كان عنده مشكلة كبيرة قبل كده مع فوزي لقجع اللي هو الرئيس الاتحاد المغربي فالحقيقة إن تعيينات الحكام ما كانتش يعني بتدفع للتساول وتدفع للشكوك احنا مش بنشكك في زمع محد لكن بنقول إن الاختيارات نفسها بتثير علامات استفهام اللي حصل السنة اللي فاتت لسه ناس فاكرها فطبيعي جدا إن يبقى فيه مخاوف من التحقيق يعني نحن بنتمنى أكيد كل التوفيق لنادي الأهلي النهاردة واحنا كلنا وراك كلنا بنشجع ندي الأهلي كلنا أكيد بنتمنى الفوز وإن شاء الله بنبقاش فيه ولا ضغوطات ولا أخطاء ولا أي حاجة من أي يعني اتجاه الأستاذ صبري سراج الناقد أرياضي كل شكرا لك على وجودك معنا النهاردة شكرا لك